ايه دايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هتكلم على توقعات اخر عشر تيام من شهر مارس في عام 2020 لاصحاب بورج العزراء يعني احنا بنتكلم الفترة دي على نهاية الاسبوع الاخير من شهر مارس لكن بورج العزراء انت عندك تركيبة على بعض وهو عشر تيام من اخر شهر مارس دول هيكون فيهم حاجات كتير فيهم انقلوات كتيرة جدا جدا على الصعيد العملي على الصعيد الفكري احنا نفسنا بنفكر بطريقة مختلفة بقى عندنا طرق للتنفيذ بشكل اوضح جدا بقى عندنا تفكير متميز بقى تفكير عميق اكتر بقى عندنا رؤية بتتضح للحاجات كتير قوي عندنا الوضع المادي هيبدأ في التحسن مع ان احنا عندنا مسئوليات كتير يعني احنا مسئولين من عدة اشياء فيها مصاريف يعني مندفع اكتر ممكن يكون جاي فلوس كتير لكن مصارفنا كتير ولكن هيكون حاسين برضو يعني الوضع هيكون مستتب شوية الوضع العاطفي عندنا بيتحسن لان احنا عايزينه يتحسن فحاجات كتيرة جدا جدا عايز اقول حاجة صغيرة لبرج العزراء من حيث طبعا التعليقات الكتير لان اغلبية التعليقات بقراها وفي حبة يعني من كتر التعليقات فطبعا في تعليقات ما بشوفهاش لكن الاغلبية بيقولوا ان برج العزراء زعلانين وحاسين ان سنة كبيسة علينا واحنا دايما برج العزراء احنا لسه مدخلناش انا عارفة ان هي من بداية السنة مش على برج برج هي على الناس كلها والعالم كله يعني بنخرج من كارسة نخش في كارسة نخرج من كارسة يعني اخر كارسة اللي هي كورونا دير اللي يا ربنا هيخلصنا منها على خير طبعا ندعو ادعو بجد ان احنا نخلص منها على خير بس ان شاء الله هنخلص منها لان دي سكتنا في ربنا لكن عمتا يا برج العزراء احنا لسه مدخلناش في سنة عشرين عشرين بدايتها دب 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 لكن هنبدأ نفوق من الحاجات اللي احنا بناخدها كتير دي لأ يعني احنا بنفوق بشكل تدريجي الدنيا معانا هتتحاسن بشكل تدريجي بش حد بيطلع مرة واحدة ودي نقطة مهمة برج العزراء لازم نكون متفقلين مبلاش لغة التشاؤم او ان احنا نكون محبطين لان دا بيأثر جدا في نفسيتنا وشخصية برج العزراء كصفاتكم بتتأثروا جدا بتمردوا كتير بتتعابوا كتير بيجيلكم مشاكل كتيرة بسبب النفسية السلبية فما بلاش ان احنا نحط نفسية فيها نيجي بقى لموضوعنا برج العزراء انت عندك من الناحية العملية كنت بتفكر كتير العشرة اللي في الوسط من شهر مارس بتفكر ازاي تنجح ازاي تستغل الوقت لان كنت حسس ان الوقت بيتسرسم منك كنت حسس ان انت بتزيع بالبطيء مش عارف تفوق يعني بتفكر كتير جدا بس ما فيش طرق للتنفيذ بفكر بس بكسل او بلاقي مشكلة غلبة علي فوفضل افكر فيها كتير سواء المشكلة دي عاطفية او عاطفية من ناحية الاهل يعني انا بفكر في الاهل كتير بفكر في مشكلة عائلية مسيطرة علي مفكر في الوضع العاطفي في تفكير فيك تفكير كتير جدا جدا فكل ده كان مؤثر عليك فمخليك ان انت متاخدش طرق تنفيذ نجي بقى للعشر تيام الحلوية اللي احنا بنقول عليهم اللي هو البمبوناية بتاعت برج العزراء في الفترة دي اخبار هتبقى عندنا سعيدة زائد اخبار هتخلي الرؤية عندنا تتضح هنعرف اشخاص على حقيقتها هنعرف حاجات كتير ممكن يكون اللي هنعرفه ده شيء ممكن يكون سلبي ولكن في الاخر هنعرفه يعني مش هيدحك علينا يعني مش هنكون مغيبين مش شايفين الموضوع ده هنبقى عارفين وده هيكون نقطة فرقة جدا جدا يعني من الاخر هتبقى حاجة ايجابية انا بشوف كده برج العزراء كمان من الناحية العملية بقى من الناحية العملية هيكون عندك اهتمام بعملك اكتر بعد اهمال فبدأنا ان احنا نفوق لعملنا بدأنا ان احنا نقول اه لا خلاص احنا احنا بننفع نفسنا محدش بينفعني ده مستمرة معانا لكن بدأنا فعلا في التنفيذ والاحساس القوي من الجملة دي كتير جدا 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 في الفترة الاخيرة لدرجة انك هتقول ايه يعني ممكن مين اللي ينفعني اخ اخت مش عارف مين ما ممكن دول في الاخر يكونوا هم اللي سكينة اللي بتتعاني خاصة ان فيه من بقى فيه كتير من من برج العزراء عندهم بعض المشاكل مع الخلافات الاسهارية يعني اقرب الاقربون ليك معاكم فيهم خلافات اكلان حق يعني واكلين حقكم فده موجود جدا فده مؤثر عليكم فهتبدأوا ان انت تقولوا خلاص نرمي كل ده نبدأ نفكر في نفسنا نبني نفسنا بنفسنا فبرج العزراء عندك تمايز فبدأت ان انت تبص المنطقة عملك كويس جدا بدأت انك تبص الموضوع خاص او عمل خاص بتبقى فيه فكرة خاصة شغل معين استثمار حاجة عقارية انت بتفكر فيها كتير زاد انك بتفكر في حق منهوب منك جدا الحق ده متاخد منك من الناحية العملية او شغل سابق انت ما حصلتش على فلوسك منه او منهوب ماديا من الناحية العائلية منهوب ماديا من حد ومش عارف تحصل على رد مالك تاني ممكن يكون فيه مشاكل قانونية خاصة به الموضوع ده ممكن الموضوع ده يتأخر شوية على بداية ابريل برج العزراء فيه من الناحية العمل كمان عندك احقاد شوية عملية زاد ان انت شايف ان فيه احقاد عملية بس انت مبالغ او بتبالغ في الموضوع ده يعني انت شايف ان انت هتكون متميز اكتر عمليا فعندك احقاد عملية اكتر لا بالعكس انت عندك احقاد عملية بس جزء الاحقاد الاكتر اللي موجودة في حياتك هي احقاد ناتجة من الاصدقاء والاهلة والمقربين ليك اللي عارفين دخل خارج ايه اللي عارفين تصرفاتك المقربة ايه فلازم تكون تفرق كويس جدا جدا ما نكونش بننقض اي شيء في اي اي شيء او اي حد معايا يعني نقض عام لازم نكون عارفين كويس جدا جدا مين اللي احنا بنتعامل معايا اما نبقى مع نفسنا احنا وبس للا ان ده مش عايزين نقصر على نفسنا او نشتت نفسنا نفكر في حاجة يبقى نفكر في الحاجات دي بس ما نفكرش في الحاجات اللي حواليها سواء اشخاص سواء مواقف من ناحية المادية قلنا هيكون فيه تحسن لكن اللي جاي بيتصرف فيه مصاريف اه انت بتصرفها كمان عندك مساعدة لحد يعني يا برج العزراء انت هتساعد حد ماديا ممكن اللي هتساعده ده حد من اسرتك حد شايفه انت محتاج حاجة فانت هتساعد ماديا عندك فلوس هتطلعها كمساعدات برج العزراء من الوضع العاطفي الوضع العاطفي انت عندك حب بالنسبة للناس اللي هم يعني منفاصلين او كانوا في علاقة وبعدوا عنها انت بتفكر جدا في العلاقة دي بتفكر جدا وعايز ترجع بس كرامتك وجعاك يعني حاسس ان انت عايز تعمل تخاطر تتكلم مع الشخص ده تتكلم مع الفلان اللي انت ممكن تكون سبته بعض او ان انتوا بعدتوا عن بعض ولكن انت حاسس ان الشخص ده بيفكر فيك بيوصل لك جزء من التخاطر بتاعه بيوصل لك جزء من التفكير بتاعه فانت كمان يعني انت بتفكر فيه كتير يعني انا اشجعكم جدا لو عايزين حد ان انتوا ترجعوله اعملوله تخاطر خايفين على قرامتنا اعملوا تخاطر ان احنا الاتنين نرجع بالتساوي ان محدش فينا يقل بالتاني خاصة يا برج العزراء انت الشخص اللي انت بتفكر فيه كتير هو شخص عنده كرامة عالية جدا يعني يستحيل برضو انه هو يجي على كرامته وبقى بيحبك جدا ويموت عليك وممكن يبقى بيبكي قوي وفي نفس الوقت هو لأ كرامتي ما ليه انت ما تجيش انت نفس الكلام يا برج العزراء يعني انت كمان بتقول لا انا مش هروح له انا هو اللي جي ففكرة التقبر او كبرياءنا او او كرامتنا او انا بشوف ان الحب بيبقى فيه كرامة بس الكرامة اللي تخليني ابعد عن شيئي وبيوجعني جدا طب ما خليني صاريح مرة واحدة عشان اعرف الحوار وكلما اردغطها وخلاص انا عرفت الدنيا فانا يعني انا بحب كده بصراحة فخلينا ان احنا نعمل ده ده هيكون افضل بكسير من ان احنا نكون بنتكي واحنا قفلين الباب على غرفتنا ونكون لوحدنا وبنحاول ان احنا نكون عايشين طبيعيين قدام الناس ده شيء بيوجع جدا جدا وبيأثر في نفسياتنا وبيخلينا نشيل من الشخص ده اكتر واكتر مع اننا بيزود حبه يعني بيزود الحب بس بيخلينا نشيل اكتر فخلينا ان احنا نرجع انت بتفكر كتير في علاقة انت سبتها بتفكر كتير في شخص ماضي هو كمان بيفكر فيك عشان كده الاحساس عندك متزايد بالنسبة بالنسبة للناس اللي هم مرتبطين عندك الحب بيقوى والحب هيكون افضل كتير علاقتك هتكون متميزة مشاركة قوية ما بينك وما بين الشريك خاصة ان في مشاركة خاصة بمواضيع كتير يعني عندكم حاجات جديدة في حياتكم حاجاتها تدخل حياتكم كتيرة فيبدأ في اندماج عاطفي ما بينك وما بين الشريك بشكل كوي فده برج العزراء من ناحية الناس المرتبطين فيه رجوع لبرج العزراء فيه رجوع فيه كتير عايز يرجع بس انت كمان عايز ترجع بس موضوع الكرامة ده هو اللي فارق شوية بالنسبة بقى للناس اللي هم يكون فيه ارتباط فيه حب لا برج العزراء انت محبوب خاصة يا مرقة العزراء مرقة العزراء انت عندك حب كتير جدا كتير معجبين كتير شايفينك كشيء مبهر قوي ولكن عليهم بعض التعليقات بعض التعليقات اللي ممكن تخليهم انه بياخدوا خطوة ويترجعوا خطوة برج العزراء انت فيه كتير قوي ممكن يكون طلبات او عروض للزواج ان كتير بيقعوا في حبكم وبيترجعوا مرة تانية ده بيكون لسببين اول سبب انه بيشوفوا بعض الانتقادات او بعض الاشياء اللي بتكون شوية جديدة وده طبيعة برج العزراء لأي حد بيسمعني ارجوكم غير برج العزراء برج العزراء في البداية انت ممكن تفهمه غلط حاول مرة اتنين تلاتة تبدأ ان انت تفهمه بشكل صحيح وتقول ده شخصية جوهرة ده حقيقي حقيقي مش مبالغة فاول مقابلة هتفهمه غلط ويكون عليك انتقادات كتيرة فما تحاولش ان انت تحكم من البداية فده اول سبب تاني سبب ان برج العزراء دايما منظور دايما لو لبسوا طاقم مش عارف ايه الطاقم ده ممكن يروحوا بمقطوع فدايما عندهم الموضوع ده فده بيكون ناتج عن السبب ده هي السبب ده برج العزراء انت عندك الفكر الزيادة اللي كل من بداية عشرين عشرين وانت كده الفكر المسيطر عليك هو العاطفة هو الرومانسية العاطفة العائلية لان عندك مشاكل فيه العائلة عندك لغبطة عندك انك مفهوم غلط عندك ان انت حاسس ان فيه شخص عايز ينهابك حاسس ان فيه اشخاص فهمك رفضة رفضة قرار انت عايز تتخذه الحاجات دي مازالت موجودة ولكن هتبدأ تتحسن تدريجي تدريجي برج العزراء الوضع هيكون بمأمن وفيه حاجات كتيرة وفيه بشرات كتيرة ايجابية وفيه اخبار كتيرة جيدة وانت بتحاول تعلي لفل السعادة عندك او بتحاول ان انت تنمي الطاقة الايجابية عندك تشحن نفسك بطاقة ايجابية بنحسل تغيير الشكل المظهر اللبس ان احنا نكون بنتفرج على حاجة جديدة بنعمل حاجة جديدة ده هيكون بيأثر في نفسيتك او بيغير للايجابية بس في نفس الوقت عندك برضو موضوع التعلق العاطفي مأثر عليك ممكن ده يخليك تبكي جدا جدا تعلق العاطفي الخاص بالحبيب او الخاص بمشاكل اسرية او حد انت بتحبه جدا من العائلة ومسيطر عليك ولكن انت في مشاكل مش عارف تحلها معي برج العزراء طولت عليكم لكن انا شايفة ان هو الفترة اللي جاية تكون ايجابية جدا جدا مباشرة للفترة اللي بعد كده اللي هو ابريل طبعا برج العزراء باتمنى ان يكون في التوكم عايزكم تتفقلوا جدا جدا بحبكم جدا لا تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة